بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ ديلي سبورت طبعاً برنامجنا يبلش مرة تانية برنامج لازم نحكي وفعلاً لازم نحكي عن الرياضة السورية لحتى نتخطى الماضي الصعب اللي لليومي ناس بنقول هذا الماضي معلق بعرض السومة ومعلق بحلم استراليا اليوم نحن نبني المستقبل من الحاضر اللي عايشينه والواقع اللي عايشينه الكابتن صافي عايوش تحياتي إليك وأهلاً وسهلاً وطولت الغيبة كثير علينا تحياتي إليك وتحياتي لجمهور السوري الحبيب والله للأسف هو شويت كان ضغط بعد استلامي لفريق شباب الولاية صار فيش كثير ضغط عليش الفترة هاي بس تعرف انت يعني دائماً إلا ما يطلع شيء بالمنتخبات الوطنية طبعاً تضطر تطلع تاني مرة وتحكي نعم الله يرفعك يا رب إن شاء الله ما نشوفك من أعلى لأعلى ونرفع رأسك سوريا أكيد يعني عم يحقق إنجازات وعم يحقق أرقام لليوم واحدة وصلها تقريباً من الناس اللي عم تنتقد وبتحكي الكابتن صافي والكابتن صافي بيضلك اسم كبير وأنا بالنسبة إلي فخر لسوريا شهادة بعد تسفية وشكراً إليك وبتشرف دائماً باللقاء معك أنت أخ عزيز وصديق كابتن كابتن اليوم منتخب سوريا على بعد تقريباً شهرين مبارد كوريا الشمالية هي في نقول مصيرية بوجهة أنا كمتابع سوري من سنوات طويلة نحن بس نلعب على التعادل قبل الفوز فبصير عنا كارثة وبصير عنا أخطاء وبصير عنا لا قدر الله دائماً ناكل قول ولو بداية 90 وبنخسر ونتعرض لفشل نضيفه على الملف اللي عنا الكبير شو رأيك باللي عم بصير بالمنتخب سوريا وتقييمك لمرحلة كبر في نقول مرحلة مع منتخب سوريا ما نقول تقييم كبر تقييم منتخب سوريا مع كبر من كأس آسيا لحد اليوم رأيي للأسف في تخبطات إدارية كتير في الطريقة اللي عم تندار في المنتخد دائماً عم يكون فيه أخطاء دائماً يعني من قصة الكبتن عمر السومة من قصة داود حتى بقصة كتير قبل حتى بقصة كبتن عمر خريبين قبل كمان كيف التعامل معه قصة بعض الإعلاميين يلي الاتحاد أعطيهم الضوء الأخضر أن ينشروا مثل ما بيقولوا أصص غير حقيقية يعني هاي أكيد لا هذا ما اسمه احتراف يلي بيقول أن الاتحاد كل القدمة بشتغل بطريقة احترافية أنا بقوله وبكل ثقة أنه لا تقييمي لكوبر كوبر أول شيء نحن مشان العالم ما تفهمنا أنه تقول أنه مين نحن لنقيم كوبر كوبر عنده ذاتي صحيح شخص عمره سبعين سنة راح على الدور الإيطالي وعلى الدور الإسباني وهي بس نحن بدنا نحكي كمان بواقعية جدا كرة القدم القديمة تختلف عن كرة القدم الحديثة هاي أول شيء كوبر وقت ما كان مدرب الأنتر ومدرب بلانسيا ومدرب بالدور الإسباني وهي نحن عم نحكي قبل من عشر سنين وقبل كرة القدم كان كوبر يمكن من الأفضل بالعالم من أفضل مدربين العالم لأنه كانت بوقتها المنظومة الدفاعية تعرف مورينو مسلا قدام الأنتر برشلونا ربح الأنتر وبعدها بلشت هالمنظومة الدفاعية العالم تعتمد عليها حتى اليونان كمان فترة من الفترات ربح بطولة أوروبا فيها بس كرة القدم الحديثة ما فيك بقى تلعب هيك منظومة نحن إذا عبتقليك شو رأينا بنتائج كوبر أو بتقييم كوبر نحن بدنا نحكي قبل كأس آسيا وبعد كأس آسيا لأنه هي مرحلتين المرحلة اللي هي قبل كأس آسيا كوبر المدرب الثامن أو السابع على ما أظن استلم نفس المجموعة وبظن جاب نتائج سلبية أكتر من المدربين السابقين هيا نحن نحن نحكي لمباراة اليابان تبع الخمسة صفر يعني بدنا نقول كشغل سنة كاملة فشل فشل زريع باللعبين يلي هن نفسهم استلمهم الكابتن نزار الكابتن نزار كابتن حسام الكابتن فجر الأيمان الحكيم حفظ الألقاب شتانجة تيتا نفس المجموعة نحن بنقول إذا بدنا نقارن بيناتهم هون بيقول لك نحن فينا نقارن ومنقول نحن أنه كوبر كمان كانت نتائجه كتير سيئة وفشل فشل زريع بالمجموعة نفسها بعد كأس آسيا أنت لاب ما فيك تقارن كوبر بحدا لأنه كوبر معه لعبين بنسبة 90% لعبين جدد يعني نحن ما فينا نقارن كوبر والله بالمدربين السابقين لا تيتا ولا شتانجة عم بقول المدربين الأجانب ولا نبي المعلول بعدين بقول الوطنيين بشان ما يقولوا نحن عم ندافع عن الوطني أو مع الطب الوطني وهذا الشي بس نحن عم نحكي منطق وأرقام مضبوط ولا لأ بعد آسيا نحن إذا بنا نشوف المباريات اللي لعبة اللي هي بعد آسيا اللي هي إذا إنا المبارتين طبع الفلبين وقرغستان المبارات أزباكستان مبارات أستراليا مبارات الهند مبارات إيران وعندك هلأ مبارات مينمار الاتنين هاي 8 مباريات 8 مباريات ربح مبارتين من أصل آآ 8 مبارتين من أصل 8 يعني كنتائج كهيكتور كوبر كراتب عالي نحنا ما جايبين هكتور كوبر يجيب لنا نتائج مثل النتائج السابقة اللي نحن دائما كان كثير من العالم أنا من العالم حياتي مع طرف التعلم مدرب بس نحنا بنا نحكي المنطق والواقع النتائج اللي جايب هكتور كوبر له هلأ كالمستوى اللي تقدم له اللعبين اللي عنده إياهن هلأ النتائج ما نجيده نكون صليحين حتى بكأس آسيا أنا أصف البعض بيقول أنه ما فين لون كبر نتائجه على لعبين اللي عنده إجداد والهلأ ما فيه انسجام والبعض الآخر بيقول لك كيف ما فيه انسجام ولاعبين من أنحاء بقاع الأرض فينقول محترفين بأوروبا بأمريكا بكل دول اللي هي متقدمة كرويا ومدرب عالمي فيك تقول يعني كيف يعني هي ما فيه انسجام كيف توصل معكم حنمشي معهم بيها الصحيحة حنمشي مع أنه هي القصة المدرب الوطني يختلف عن مدرب النادي مدرب الوطني حتى هلأ مثلا هلأ بهالشهرين هل كبر هو حيدرب اللعبين هل كبر هو عنده معسكرات بهالشهرين من هلأ لمباراة كوريا هن اللعبين بيجتمعوا قبل سبعة وثمنت أيام مظبوطة بالعكس كبر يلي صحله هلأ بالمعسكرات نحن هنقول كأس آسيا كان عبارة عن معسكر لعب لعب قدام أسباكستان لعب قدام أستراليا لعب قدام الهند ولعب الفلبين وقرغستان المبارتين والديات يعني لعب هو ثلاثة أربعة خمس مباريات قبل مفاتح مباراة إيران ومباراة إيران نحن لازم نلبحة كنا للمباراة بسبب مستوى البدن الإيراني بالأشواط الإضاءة في كارت الأحمر ما عرف ناستغليناها الشوط الأول كان شوط كارسي لملتخب سوريا إذا بنا نكون صريحين عن مستوى التحليل والأداء والأرقام بس نحن مشكلتنا لدينا مرض الزهايمر اللي نحن مشهورين فيه بسوريا إنه نحن بس نكون فيه شغلات سلبية بتصير شغلة وحدة يعني عشر شغلات سلبية شغلة وحدة إيجابية مننسى العشرة السلبين ومنبني عليها إنه هذا المنتخب وهذا الفريق الحلم طبعا نحن برجع بقول نحن ما عام نحارب كتور نحن عام نحكي الوقائع بالأرقام وبالأحصار رحنا على مباراة مينمار طيب هاي مباراة مينمار كمان تعريبا صالفة فترة كافية ونفس التشكيلة ونفس نزبوط ولا لا هني نفسهم ما غير بالإداء والإداء عش بتعادلنا فيها واحد واحد رحنا على مباراة مينمار بالسعودية ربحنا فيها 7-0 بس فيه شي نحنا بدنا نحط عليه إشارة استفان يلي هو إنه هو دائما ما بيستدعي اللعبين بالقائمة تبعه يلي بعدين بسبب اضطراري إصابة أو كذا بيستدعيهم وبصيروا هيدول اللعبين هني سبب الفوس مضبوط يعني إذا بنحكي نحنا بكأس آسيا علاء الدالي مكان مستدعى لكأس آسيا بس علاء الدالي نسك 70% هو سبب المباريات وخاصة مثل مباراة الهند وحتى مباراة إيران نعم مضبوط ولا لا نعم السؤال الثاني اليوم انت ما حتى حكيت حاليا لا معسكر ولا وديات ولا أي شيء وبعد مباراة من أمار الواحد واحد والسبعة صفر الأمور الغامضة عندنا مباراة مع كوريا الشمالية أتقبل قسمة على الاثنين اليوم مباراة بدنا نربحها بأي طريقة لأنه ما ربحنا لا سمح الله اتعدلنا والتعدل ما له مضمون مع كوريا الشمالية لأين ممكن يوصل كوبر مع منتخب سوريا بمباراة اليابان وكوريا الشمالية أنا ذكرت شغلة هذي كل مرة بأحد المحطات قلت أنه منظومة كوبر مثل طاولة الشطرنش اعفوا طاولة الزهر مثل طاولة الزهر لعبة المنظومة الدفاعية القديمة تعتمد على الحظ ورعونة المهاجم الخصم وتوفيق حارس المرمى يعني أنت تعتمد على ثلاث شغلات أساسية بهالمنظومة عالم قالت هل هو هيغير الحالة الهجومية وأكبر دليل السبعة صفر قدام ماينمار آخر شي بنقول نحن ماينمار مئة واتنين وستين يعني بدقة الأحطيات لازم تربحها للمباراة هاي هاي ما اسمح حالي هجومية والكرت الأحمر ساعد الفريق السوري يحرر الأجنحة تابعه لأنه إذا لاحظت الشغط الأول يلي كانت واحد صفر وضربة جزاء الشغط الأول وقبل الكرت الأحمر كنا عم نلعب بأربعة بين الخلف واتنين ارتكاز يلي هو زكال العم وخليل وخليلي الياس مظبوط يعني أنت عم تلعب تقريبا أربعة خمسة ست مدافعين قدام ماينمار هاي المنظومة بتبين لك أنه هو منظومة دفاعية معي غيرها وحكينا مرة وحكيات مرة وانتقد طب من نقضي أنه أنا قلت آخر عشر سنين راقبنا مبارياته كله أنا مرة راقبت الثلاثمئة مباراة تبعه والمئتين مباراة بس أنت بتفوت على الأحصاء بتشوف النسبة للاستحواذ بتشوفين نصها بيبين معك سجله كله الفني لهكتر كوبر من الأرقام والأحصاء أنه هو بيحب المنظومة الدفاعية أنت رايحة مباراة كوريا فريق الكوري خسر واحد صفر قدام الفريق الياباني بأرض اليابان أنت بأرضه صعب كتير ما هيكون سهل المباراة نحن برأيي إذا لعمنا بنفس الطريقة أمام المينمار حتى بالمباراة الثانية حتكون شوي صعبة لأنه نحن واجهنا صعوبة قدامهم بالمباراة الأولى بيقولولك هلأ اللعبين مختلفين مظبوط بس المنظومة تختلف المنظومة هي نفسها نفسها المنظومة أنت عم بتقيد هاللعبين اللي موهوبين هجوميا عم بتقيدهم دفاعيا يعني في تقييد هجومي يعني هلأ هو يغير كوبرلان يغير هاي قولا واحدا المباراة صعبة المباراة ما حتكون يمكن مفتوحة من الطرفين يمكن تكون مباراة مثل سيناريو مباراة الهند تماما وتذكر كلامي مباراة ما حتكون نفس السيناريو الهند تماما نربح في توقع نربحها بس حتكون صعبا هلأ أنا عملت لقاءات كتير وآخر لقاء كان اليوم مع الأستاذ علاء محمد الصحفي طبعا نقال لك منظومة كوبر يعني بوجهة نظره طبعا سألته هل يحتاج الكوبر اليوم لدعوة السوم راح يكون بابلو إن شاء الله موجود بهين مباراة يعني كمهاجم هل يحتاج السوم بجانب بابلو ممكن نشوف استبعاد خريبين ممكن نشوف وجود خريبين وبابلو أو السوم بعد الأداء الفني الكبير عم يحققه بنادي العربي القطري هلأ انت شفت الخريبين بالمباراة الثانية عمل فارق كتير كبير سكيف السوم هذا الجواب سومة ضروري لعب إليك آخر شي بدنا نحترم فكرة فلسفته نحن إذا بنا نلوم بنا نلوم اتحاد كورت القدم لأنه اتحاد كورت القدم عاب يدور على الاسم الكبير ما عاب يدور على الفلسفة المناسبة لمنتقبنا اتحاد كورت القدم هاي مشكلته الكبيرة ما عاب يعرف يختار المدرب الصح لا لا يعني من السنوات الماضي كان يتم اختيار المدرب الغلط للمجموعة هاي هلأ اختيار المدرب كمان الغلط لهالمجموعة هاي أنا لها هلأ برأيي كبر غير صالح بمنظوم طمعا بقول هو مدرب مدرب كبير يمكن إذا تاخده على فرق إيطالية يمكن يربح كأس العالم معه يمكن تروح على فرق تانية اللي بيشتهروا بالحالة الدفاعية يمكن يربح كأس العالم بس نحن اللعبين اللي عنا ما ننن بالحالة الدفاعية متميزين جدا من الصراحة نقول نحن عنا لعبين هلأ قوة هجومية اللي أرجنتين ما بتشوفها بالدافع فريق الأرجنتيني نحن نزمنون أغلبيتهم من لاتين فريق الأمريكا الجنوبية كلها نقطة ضعفة هي الحالة الدفاعية هي أحيانا ما بتربح كأس العالم بسبب الحالة الهجومية الزائدة اللي عندهم شلون أنت هلأ عبط قيدهم من هذا الشيء كابتن عمر السومة آخر شيء أنت بدأ قاعد بأرض الملعب أكيد هاي هذا كتير مهم بس كمان على الكابتن عمر السومة بدي يتبع بدي يحترم فلسفته لكوبر أنا هون ماني يدفاع عن كوبر ولعب دافع عن الكابتن عمر السومة أنا بدي يحكي المنطق أنا مدرب اتحاد كل التقدم اختارني أنا المدير الشركي هالكبيرة والطلالات طبعا بلتتنفس كوبر والاتحاد ما عرفوا كيف التعاملوا مع الكابتن سومة بهذا الشيء كان فيهم يستدعوه بكأس عاسيا وما يبلشوا فيه أول إدعاش مثل ما تم استدعاء الداري بعدين تم استدعاء واستفدنا منه لأنه أنت بحاجة لأوراق رابحة أنت بآخر شيء كابتن في شغلة كتير مهمة أنه أنت المباراة في تجيها ظروف هاي ظروف المباراة لا تكرر بالمباراة الماضية يعني بعطيك أمثلة ألمانيا والبرازيل 7-0 عيدة للمباراة أكيد ألمانيا ما حتربح 7-0 برشلونة المباريات الكبيرة هاي اللي انتهت بنتائش كاريسية هاي ظروف المباراة إذا أنت كنت مدرب عندك هذا الفكر وهي الخبرة وهالراتب العالي نحنا بحاجة هذا المدرب لهيك ظروف نحنا ما نبي حاجة مدرب نعطيه لأنه أنا آسف أي شيء تاني حاليا اللي عم بيعمله ومين بكان بيعمله هيبالك ياها بصراحة بصير نقد أنه مين أنت اللي تقول مين بيعمله وصعبة وكذا مصبوط هو مدرب عنيد بس كمان في مدربين عنيدين بس أنت عندك مثل مباراة إيران أنا دائما لأنه أنا دائما عبكررة بكل محطات تلفزيونية لأنه هي حرقة بالقلب مباراة الإيران كان عن جد هو التأهل التاريخي الحقيقي اللي بدنا نقول لمنتخب سوريا اللي عن جد فينا بعدين نحط له تمثال بسحة الأموين إذا بدك بعد هذا التأهل هون بقى بيصير بيستأهل العراضة على الحدود اللبنانية مو التأهل هذا اللي هو أفضل ثالث ياللي كل المدربين تبعنا من أول ما فتنا على آسيا كنا دائما أفضل ثالث عفوا كنا دائما مركز ثالث يعني بهاي أسوأ الأحوال يمكن مرة واحدة كنا مركز أخير تمام حسب رؤيتك الفنية وشايف كبر شايف حصائته وشايف طريقة لعبه ونتائجه ومنتخب سوريا وحسب ما ربح 2 من 8 تقريبا مزبوط 2 من 8 2 من 8 من بعد آسيا عم نحكي نحن إذا بدك تأخذ قبل آسيا كمان هنا 2 من كوريا والهند الفوس تبعه كتير ضئيلة إذا بدنا نحكي من بداية ولا هلأ أو من بعد آسيا نسبة الفوس تبعه كتير ضئيلة حساب رؤيتك الفنية كابتن صافي ومنتخب سوريا رح يفوز على كوريا وبيعمل شيء قدام اليابان متأحل الدور 3 نصفات كأس العالم وكأس آسيا رح نتأهل ربي بهذه الاحصائية رح نتأهل بنسبة كتير كبيرة بس المباراة ما حتكون سهلة قلتلك من قبل السيناريو مباراة الهند حيتكرر السيناريو مباراة الهند وسوريا يلي كمان فزنا بصعوبة حيتكرر هنشوف حالنا طبعا بالدور التالب بكأس آسيا بعد كأس آسيا لدينا الأصعب والمهم والأهم والحد الآن ما في مدرب كسر رقم الكابتن أيمن الحكيم آه تمام وفي كابتن تجر كمان حتى كابتن تجر راجعينهم هدول هلا بفيديو آخر كبر هيستمر بوجه نظرك بهي العقلية بهي الفنيات تبعه الفوز ضئيل هيستمر مدرب منتخب سوريا بعد ما نخلص مبارتين اليابان وكوريا ممكن تشوف هيستمر مع اتحاد المرحب أنا بتوقع هلا حاليا كبر هو عبارة عن كل مباراة بده تصير حسب ظروف المباراة يابيستمر يلا يمكن هو يقدم استقالته يمكن الاتحاد بقى بيكتشف انه المنظومة تبعه غير صارح على المنتخب بحاجة لمدرب عنده أفكار هجومية ودفاعية مع بعض وفي منهم كتير هلا في عندي ملاحظة بسيطة على قصة الأرقام اللي دائما نحنا منقارن فيها حتى كمستوى لعبين ومستوى أنا برأي عم نظلم كتير قصة المقارنة لأنه أنت وقت ما كما مثلا عم تقول الكابتن عيمان حكيم وصل إيه كمنا نقول كإنجاز إيه ما حدا لسه كسر رقم الكابتن عيمان حكيم بس كلاعبين أنت وقت ما كان عندك علاء الشبلة والكابتن إبراهيم عالمي والسومة والإخريبين والمواس والميداني والصالح كلهم تحت 30 سنة يختلف عن مدرب حيث سلمهم فوق 30 سنة يعني دائما نحن منقارب أنه والله مع الكابتن أيمن كيف كابتن أيمن الحكيم نوجه له تحية عمل إنجاز إنجاز رائع للسي بي تبعه وكل شي بس كمان كابتن ظروف كان عندك لعبين بالزمالك عندك الكابتن السومة هداف الدوري السعودي وهداف آسيا الخريبين أفضل لاعب بآسيا إبراهيم عالمي كانت بيقم زروته كحارس مرمى الصالح كان بالصين يعني عبعدل لك الميداني كان كمان بمصر كابتن فراس وعمر السومة كابتن فراس الخطيب كمان كان بتألقه كمان عندك المواس كان بالدوري القطر يعني بيأبدع يعني وكان المعدل الأعمار نحن هاي دائما عم ننسيه نحن دائما نروح منقارن حتى وقت ما استلام الكابتن فجر بعد شتانجة مثلا كابتن فجر غير غير جلدة المنتخب وعلى اشتغل الشي الصح لوصل للتصفيات وربح 3 بين 3 إلى 15 نقطة بس العالم بلشت له والله خسر مع بطولة نهره وخسر ما بعرف شو بس انت جبت فريق جديد حتى الكابتن حسام حتى شتانجة يعني شتانجة لو لظروف الكابتن يمكن كان منتخب سوريا كان عمل إنجاز كتير كبير بالإمارات وانت بتعرف هذا الشي هي كانت ظروف الإدارية يلي قصت المشاكل اللي صارت والشرخ الكبير اللي صار مشان يشارت الكابتن نحن ما فينا نقارن المدربين هاي مع احترامي يلي عبي يقول إنه والله هذا أفضل من هذا انت ما في انت هلا بتقلي هذا الفريق اللي مثلا بستلمه كوبر يجي بعده واحد بعد شهر شهرين شفتنا الفريق هون يفينا نقارن لأنه معدل الأعمار نفسه اللي هلا مثلا الكابتن فجر وقت ما استلمه لمنتخب سوريا بس كمان الكابتن نبيل غير كمان شوي بجلدة المنتخب كمان هاي بتلعب دور يعني في عندك الكابتن نيزار وقت ما استلم قرر الكابتن نيزار يجيب وعنده الأعمار الكبير رجع تامر حاجة محمد ورجعه كمان هذا شي تاني لهيك صعب شوي نقارن بين المدربين وهاي المقارنة أنا برأيي ما نأمانة دقيقة علمية عرفت عليه كيف؟ كابتن الشق الأهم هلا من المقابلة واللقاء اليوم ممنوع بعض الإعلاميين بعض الجماهير بعض الصفحات الموجهة والقنوات الموجهة اليوتيوب طبعا ممنوع اليوم أي لاعب سابق أي مدرب حالي سوري طبعا ينتقد عمل هيكتور كوبر أو ينتقد عمل الاتحاد أو ينتقد اللاعبين الاجدادة اللي دعوان المنتخب سوريا شو السبب؟ سبب واضح سبب عندك ضبع الكرة السورية أنا بسميه ضبع لأنه السالب إنسان عفوا حيوان جميل كشكل وعنده خبس بس الخبس تبعه زكاء بس في عندك الضبع الضبع في خبس وغير نظيف لما نجوه وننبرر هذا تعريبا مشتري الإعلام السوري كله عرفان شو عبي يعمل بسبب تعرف أنت مصالح شخصية تعرف عنده أقريبات داخل الاتحاد مدربين لعبين وهالأصص يعني أصدرك هو في حدا خارجي يلي هو نفسه يلي نفسهم بيقولوا عنه أنه والله عبي يدافع عن الاتحاد كرة القدم والتسريبات اللي عبتصير هنه ثلاثة أشخاص هو نفسه الشخص اللي عبي يسرب يعني بس يلي عبي يصير باتحاد كرة القدم هني جابوا معلش هقوله هقوله بكل هاي جابوا حسالة الإعلاميين وشغلوهم مع بعض هاي هقوله حسالة الإعلاميين يلي ما عندهم ضمير الصفحات الصفرة أنا بالنسبة لي هيدول حسالة الإعلام لأنه أنت اللي ما عندك ضمير أنت ما عندك إعلامي شو ما كانت تكون إعلامي أو يوتيوبر أو كذا هيدول يلي بينشروا وقائع فيها مفبركة ما عليك فيها كذب وفيها أحيانا تبلي وأحيانا اختراع الأصص هذا من هلأ من هون أنت عبت تتعامل مع أشخاص منظف سأكيد الاتحاد ما عبت يشتغل بالطريقة الصحيحة لأنه أنت لو كنت اتحاد قوي عبت تشتغل بالطريقة الصحيحة أنت ما نكبي حاجة لتنزل لمستوى هيك إعلاميين وتشغلهم وتخليهم يكونوا معك مشان تسكتهم معناته أنت أنت شخصية ضعيفة ما عليش من رئيس الاتحاد وأنت نازل أقول لك ياها بصراحة تمام أقول لك أنا أنه عبهاجم أو كذا لا بس نحن نكون صريحين أنا وقت ما أكون واصلك أنا في عالم تعرف أنت في عالم منظر وكذا بس أنا واثق من حالي بعرف شو أنا عالمي اللي تعرف تعمل بحث صحيح بتعرف وين واصل وشو عبهعمل وشو بساوى كمدرب من أصل سوري ببلد فيها كمان منافسة من الألمان والإنجليز وهي بس بنفس الوقت أنت واثق من حالك أنت حضرتك كمان بيجيك شي بس أنت واثق من شغلك ومن عملك هوني أنت ما في داعي لهالعالم هيدول والله بديك تسكتهم تعالى شغلك مثلا أنت عارف تحكي عليه بللك تعالى امشي يشتغل معي بالملتقب مشان كذا معناته أنا عم بشتغل شي غلط وحضرتك عم بحاول سكتك أما أنا أتكون واثق من شغلي وعندي قناعة مية بالمية أنه أنا حجيب النتيجة وبعرف كيف انقل المعلومة الصحيحة للشارع الرياضي لأنه نحن جمهورنا عندنا جمهور واعي وجمهوري بيعرف كرة القدم وبس بنفس الوقت الطريقة اللي عبينتقل فيها للجمهور هي السبب هذا اللي هلأ الاختلاف بالرأي بين الكل شكرا من القلب تواضع وخلاص طيب اتمنى لك التوفيق دائما وأبدا ونلتقي إن شاء الله ما رح نطول كثير كل مرة خلي ليعاك وتشرف فيك دائما ويعطيك ألف عافية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته